السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وابناتي طلبة وطالبات التعليم الصناعي بالتعليم الفني النهاردة حلقتنا بتتكلم على حاجة مهمة جدا في الأمن والصحة والسلامة المهنية بتتكلم على علامات الإرشاد والتحذير في مواقع العمل علامات الإرشاد والتحذير في مواقع العمل مهمة جدا جدا لأنها مش بتتعامل باللغة هي بتتعامل بالصورة بتتعامل بالشكل ولابد أن أي مصنع أو أي موقع للعمل يضرب العاملين فيه جميعا مش الفنيين بس ولا العمال بس بل أيضا الإداريين الموجودين في المكان على أن هم يفهموا ويقروا علامات الإرشاد في مواقع العمل دي مقصود بها إيه لأنها ممكن قوي أنها يعني تحمي ناس كتيرة من مخاطر كبيرة جدا ممكن تحميهم من الإصابات لو فهموها كويس ممكن تحميهم من أن هم يتعرضوا الحوادث كبيرة ولذلك بإذن الله يعني إحنا كنا ذكرناها في الحلقة السابقة يعني ذكر سريع ولكن كان فيه مطالبات أن احنا نركز عليها أكتر ونشتغل عليها أكتر ونشرح أهميتها ونشرح الرموز بتاعتها عبارة عن إيه عشان نقدر أن احنا نجذب انتباهكم جميعا لأهميتها في مواقع العمل سواء كان موقع العمل مبنى إداري أو مبنى زي اللي احنا موجودين فيه في مسبيره أو مصنع أو شركة أو أي مكان ما بيحتاج دايما ده الشغل بتاع علامات الخطر وعلامات وإشارات السلامة في مواقع العمل بينقسم إلى أربع أشياء هنشوفهم معنا كده على الشاشة بتاعتنا ننتقل ليها كده ونشوف أول حاجة علامات وإشارات السلامة في عندي أول نوع من أنواع العلامات علامات مانعة ودي بيكون هنشوف الشكل بتاعها بيكون عبارة عن إيه وعندي علامات تحذيرية وعندي علامات إلزامية وعندي علامات الهروب في حالات الطوارئ أو فيه الخاصة بالإسعافات الأولين لو بصينا على علامات السلامة يعني الفيديو ده كده بيشرح لنا إيه أهميتها في مواقع العمل أول حاجة عندي علامة ممنوع عندي العلامة التانية اللي بترشدنا للتحذير عندي العلامة الخضرة اللي بترشدنا لأماكن الهرب في المباني وأماكن السلامة في المباني وعندي العلامة الحمرة لابد إن احنا نفهم إيه الفرق ما بين الأربع ألوان والأربع علامات وأهميتهم في مواقع العمل أول حاجة دي العلامة اللي عليها دايرة حمرة وخط بالعرض دي علامة حذر أو علامة إنذار أو علامة سلوك خطر وعندي كمان علامة تحذيرية اللي هي العلامة الصفرة دي بتبقى دعوة إن احنا نكون حرسين ونتخذ الاحتياطات أثناء وجودنا في المكان وعندي العلامة الزرق دي علامة بتلزمنا بسلوك معين في مكان العمل أو استخدام أدوات وقائية وعندي علامة بوابات الطوارئ والإسعافات الأولية طيب نيجي الأول علامة من علامات المنع زي علامة ممنوع التدخين هنبص ليها كويس زي ما احنا شايفين هي عبارة عن إيه دايرة حمرة بخط مائل يعني بيديني علامة القطع ممنوع وسجارة طالع منها تدخين دي بتبقى موجودة في مواقع العمل دلوقتي في أغلب مواقع العمل أو في كل مواقع العمل بقى أصبح ممنوع التدخين لأنه عادة سيئة جدا من العادات اللي بعض الناس بيتعلقوا بيها وبتهدر الصحة وبتهدر المال العلامة التانية دايما بتتحط فيه الأماكن اللي بيكون فيها مواد قبل الاشتعال بيكون فيها سواءل زيوت فيها وقود فيها وراء فيها أي حاجة قبل الاشتعال فبيقول ممنوع إشعال النار بأي حال من أحواله يعني المكان اللي فيه كده ممنوع حد يشرب يوقف يولع النار ويشرب سجارة ممنوع حد فيه في الشتاء يولع النار عشان يقعد يتدفى يعني ممنوع إشعال النار لأنه بيبقى فيه خطورة كبيرة جدا ممكن يحصل عنها أو يحدث عنها إن المكان يحصل فيه يعني مشكلة كبيرة أو حريق كبير ولا عزو بالله فيه عندي العلامة دي علامة ممنوع ممنوع مرور المشاة ممنوع مرور المشاة تتحط فيه الأماكن اللي بيكون فيها مرور للشاحنات فيها مرور للأوناش في مكان العمل فالأماكن دي بيتمنع فيها وقوف أو مرور المشاة عشان ما يحصلش فيها أي إصابة لأي عنصر بشري من المتواجدين في المكان عندي أيضا علامة ممنوع استخدام الماء في إطفاء الحريق طبعا إحنا عارفين إن مش كل الحرائق نقدر نستخدم لها الماء في إطفاء الحريق يعني الحرائق الخاصة بالبترول ما بينفع لهاش ماء الحرائق الخاصة بالزيوت مش بينفع لها ماء الحرائق الخاصة بالكهرباء لما يكون فيه اشتعاء الكهرباء ما ينفعش فيها استخدام ماء الماء تستخدم فقط للحرائق اللي فيها حاجات صلبة خشب ورق أماش حتى مش كل أنواع الأماش حتى بعض الأخمشة الصناعية ما ينفعش فيها استخدام الماء في إطفاء الحريق دي بيستخدم فيها يعني حاجات تانية الحاجات دي بتخنق الأكسجين عن الحريق فبالتالي يحصل إطفاء يعني مثلا زي مثلا لو لا قدر الله عندك في المطبخ الطاصة بتاعت الزيت اللي انت بتقلي بيها اشتعلت فيها النار طب دي قد فيها ازاي ما ينفعش أن أنا أشيلها وهي مولعة كده نار وادلقها في الحوض لا ولا ينفع أن أنا أدلق عليها مية هتزيد وهتهب في وشي أصح حاجة ليها أن أنا بخنق عنها النار بجيب فوطة مبلولة وامسك الفوطة المبلولة دي لأنها كده المية ملت المسام بتاعتها وامسك الفوطة المبلولة أغطي بيها ايه أغطي بيها الطاصة دي خالص بهدوق كده لغاية ما الطاصة تتغطى فبالتالي النار مش هتإيه يعني النار هتطفي لأنها تم منع الهواء أو تم منع الأكسجين عنها وده بيتم بهدوق ما بيتمش بيه يعني نوع ويعني هيبقى في حلقات هنشرح فيها ده لما نيجي نتكلم على كيفية إطفاء الحرارة عندي نبص على العلامة دي علامة المية الغير صالحة للشرب يعني أحيانا بيبقى في حنفيات في مواقع العمل بتستخدم فيها مية معالجة أو مية صرف صحي معالج مش معالج للشرب ولا معالج للزراعة ممكن يكون معالج لي أن الحضائق يتم مثلا أن احنا نرش النجيلة بيها أو نسقي النجيلة في المكان فبيحط لي علامة جنب الحنفية دي أن الحنفية دي غير صالحة للشرب فبتكون بهذه الصور عندي علامة تانية من علامات المنع أنا عايزكم بس تركزوا مع العنصر اللي موجود جوة الدايرة الحمرة اللي فيها خط مستقيم ماء الأحمر هنا هنلاحظ أن دي معدات معدات نقل وتداول زي الكلارك أو اللي هو الأوناش العلامة دي بتقول ممنوع مرور المعدات المعدات ما تمشيش في الممر ده أو في الأرض دي لأن ممكن تكون الأرض غير مجهزة لمرور أجسام سقيلة عليها فبمجرد ما تبتد المعدة تمشي على الأرض تبتد الأرض دي تتكسر وممكن يكون الأرض يعني مفروشة أسمنت على طبقة رملية المعدة ترز فيه الرمل لكن تسمح بمرور مشاء أو ناس عاديين ما تسمحش بمرور معدات فلذلك لو حد بيسوق معدة ويشاف العلامة دي ما يجذفش وما يحاولش أنه هو يمشي في المكان اللي تم منع مرور المعدات فيه علامة تانية من علامات المنع وهي علامة ممنوع اللمس علامة ممنوع اللمس من العلامات اللي هي مهمة جدا في أماكن العمل لأن اللمس ده ممكن يكله أكتر من حاجة يعني ممكن مثلا ألمس حاجة عليها مادة كيموية المادة كيموية دي تكون حارقة أو بيصدر عنها سخونية مثلا أو يكون وصلة بكهرباء استاتيكية فيتم تفريغ ده في جسمي لو أنا لمست ده ففي بعض الأماكن بيحطوا عليها علامة ممنوع اللمس لأنه ممكن يكون المكان فيه أكتر من خطورة تمنع أن نحن نلمسه فيه علامة ممنوع استخدام التلفون المحمول دايما نحن بنلاحظ علامة ممنوع استخدام التلفون المحمول دي أول ما بنجي ندخل البنزين عشان نمونا العربية نلاقي علامة ممنوع استخدام التلفون المحمول وناس في الطيرات برضو يقول لك ممنوع استخدام التلفون المحمول وفي الطيارة يطلب منك أن أنت تعمل الموبايل بتاعك على وضع الطائرة أثناء الإقلاع وتقريبا أثناء رحلة الطيران كلها بيطلب منك ده ده لأن التلفون المحمول أحيانا بيشوشر على الأجهزة في المكان بيشوشر على أجهزة الإقلاع في الطيرات ممكن بيسبب موجات يعني كهرومغناطسية موجودة في أماكن دي ممكن تكون يعني سبب من أسباب الاشتعال يعني يفضل ممنوع استخدام التلفون المحمول في بعض الأماكن الصناعية نظرا لأكتر من سبب طبعا في الأماكن الصناعية أو في بعض الأماكن بيبقى ممنوع تصوير بنلاحظ علامات ممنوع تصوير في كثير من الأماكن بيبقى في بعض الأماكن أماكن لها صفة أمنية وبعض الأماكن بيبقى ليها صفة ان العمل اللي بيتم فيها هو عمل يعتبر يدخل تحت النطاق السرية والذي يجب الحفاظ عليه عشان خاطر يعني ما يطلعش برا نمط العمل ده وتقريبا في دول كتير في العالم انت لو رحت فيها ترفض ان انت تصور يعني كثير من الزملاء لما راحوا الصين وكانوا بيزوروا بعض المدارس الفنية في الصين وبعض المصانع في الصين رفضوا ان هم يخشوا بالموبايل او ان هم يصوروا اي صور داخل المصنع وفي اليابان نفس القصة بعد زمل اللي راح اليابان تم رفض تصوير داخل بعض او الكثير من المصانع في الصين واليابان فدي حاجة من الحاجات اللي هي مهمة ان انت لو انت عندك سر صنع معين فانت بتمنع تصوير داخل المكان الا التصوير اللي بيتم عن طريقك انت في برضو العلامة دي علامة منوع استخدام المصعد في حالة الحريق يعني زي ما احنا شايفين كده انسان داخل كابينة والكابينة دي عليها علامة صعود وعلامة نزول فدي بتعبر عن المصعد ودي العلامة دي بتلاقيها في اول ما تبصلها كده تعرف ان دي لو حصل حريق في المكان تستخدم سلم الهروب ما تستخدمش المصعد تماما لان ممكن اثناء الحريق بيتم فصل الكهرباء عن المكان فانت تتحبس في الاسنسير فما حدش يعرف يوصلك وطبعا مع ارتفاع الحرارة في المكان بيكون ده خطر على الحياة فما حدش يستخدم المصعد في حالة وجود حرائق في المكان ولا ياذب الله دي علامة تانية معناها ممنوع الجلوس في بعض الاماكن يعني في بعض الاماكن يبقى فيها بعض اللي هي المقاعد الجلوس اللي هي محطوطة للعاملين في المكان فقط فبيتحط عليها ممنوع الجلوس مش اي حد يدخل المكان ده اثناء العملية او اثناء عملية العمل ويروح قاعد كده وبدون اي حاجة لا لابد ان هو يبقى فاهم كويس ان الاماكن الجلوس اللي موجودة دي دي موجودة للناس اللي موجودة فيه مكان العمل فقط وبيستخدموها اثناء عملهم طيب نيجي بقى العلامات تانية اللي هي العلامات التحذيرية مش علامات المنع زي يعني زي ما احنا شايفين كده المسلس الاصفر ده اللي هو ليه خط خارجي اسود دايما هتلاقي العنصر اللي هو جوه بيتغير يعني هنا شكل الصعقة فده معناه ان فيه المكان ده فيه خطر كهرباء فمحتاج اثناء دخولك ليه تبقى عينك مركزة كويس لو فيه اسلاك تبعد عنها لو فيه معدات او حطان او حاجة تحاول انت متلمس اي حاجة لان ممكن يكون الدنيا مكهرباء وانت داخل في مكان فيه خطر كهرباء لازم تكون لابس حزاء سيفتي الحزاء ده يكون برضو بيتحمل الكهرباء وعازل الكهرباء عن جسمك فيه عندي العلامة دي المسلس لو خدت بالك هتلاقي الصورة اللي جوه فيها شكل للنار ودي معناها ان المنطقة دي بيها مواد قبلة للاشتعال فهنا طالما بيها مواد قبلة للاشتعال يبقى انا هرعي جدا وانا داخل او انا مولع سجارة هطفيها لو انا معايا اي حاجة يعني درجة حارتها عالية ما استخدمهاش جوه باي حال من الاحوال ما استخدمش الولاعة جوه باي حال من الاحوال احيانا كمان بيمنع في المناطق اللي فيها مواد قبل الاشتعال استردام الموبايل كمان فيه هنا المسلس ده جوه ايد وتحت سطح السطح ده طالع منه يعني زي شعاع كده وده بيحذرك ان المكان ده فيه سطح ساخن خطر سطح ساخن يعني ملمس الجهاز ده او المعدة او الماكينة دي لان الماكينة دي بتسخن اثناء العمل وبناء عليه لابد ان انا ملمس السطح ده الا زي كنت لابس القفاز اللي هو يقدر ان هو يحمي ايدي كويس قوي من مخاطر ان ايدي تتلسع او تلتهب من الحرارة اللي موجودة في المكان على فكرة يعني لمحت بعض السيارات موجود بعض العلامة دي موجودة على بعض لما تفتح الكبوت بتاعها تلاقيها موجودة على الريداتير تلاقيها موجودة على المطور يعني مطبوعة كده وموجودة في بعض انواع السيارات لان طبعا العربية لما انت بتمشي بيها بعد فترة وتوقف وتفتح الكبوت بتاعها بيبقى الريداتير بتاعها سخنة جدا يبقى المطور بتاعها او بعض الاجزاء داخل السيارة سخنة جدا فبعض الشركات اللي هي بتلتزم بعوامل الامنة والصحة والسلامة المهنية يعني بتحط العلامة دي على السيارة من جوه العلامة دي المسلس اللي ده جواء الجمجمة والعظمتين دول دي بتعني ان المواد اللي موجودة في هذا المكان مواد سامة وبناء عليه انا مش هلمس اي حاجة واذا لمست اي حاجة فانا لابد ان انا اكون لابس الجوانتي بتاعي اللي هو القفاز اللي بحمي به نفسي ولابد ان انا بعد ما يعني اطلع من المكان ده لابد ان انا اخش تحت اللي هو الدوش او الرشاش اللي هو بيعمل عملية تطهير ولما اخلع الملابس بتاعتي لابد ان انا اغسل ايدي واغسل وش كويس من اثر ان انا اتعاملت يعني في المنطقة دي اللي فيها مواد سامة اي تعامل في العلامة دي اللي هناخد بالنا ان في يعني شكل نقطة نزل على سطح والنقطة دي عملت فجوة في السطح ونزل على الايد وعملت فجوة في الايد ودي علامة بتقول ان المنطقة دي بها مواد مسببة للتآكل بعض المصانع بيبقى فيها مواد المواد دي لما بتيجي تستخدمها بتمشي داخل مواسير مخصصة لكده ممكن المواسير دي يحصل فيها مع الوقت ومع الاجهاد ومع كثرة العمل بعض السقوب بيبتدي ينزل منها نقاط ولذلك يتحط تحت المواسير دي او تحط الاماكن اللي مش شايفوا ايها المواسير دي ان في العلامة اللي احنا شايفينها دي ان هي بها مواد مسببة للتآكل لانها لو نزل بتبقى عاملة زي مية النار بتنزل وبتعمل خطر كبير جدا وبتعمل اصابة شديدة جدا جدا وتعمل كمان تشويه وحرق فلابد ان احنا نركز مع العلامة دي ولو شفنا العلامة دي في مكان نبقى حذرين جدا اثناء تجولنا جواه او اثناء التعامل في هذا المكان من اخطر العلامات اللي احنا لازم نحفظ شكلها كويس قوي 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 العلامة اللي احنا شايفينها دي العلامة دي بعضكم يا ولاد شافها في بعض الالعاب اللي انتو كنتو بتلعبوها الالعاب الاستراتيجية اللي انتو بتلعبوها على الترنت او على الكمبيوتر بتلاحظوا وجود العلامة دي في الالعاب اللي هي اللي فيها حرب او فيها استراتيجيات عسكرية يعني ولابد تفهموا فيه كتير منكم فاهم ايه دي العلامة دي بتقول ان المكان ده فيه مواد مشعة خطورة المواد المشعة ان انت مش شايف الاشعاع مش شايفه هو اشعاع غير مرقي لكن تأثيره صعب جدا يعني الاشعاع اللي هو بقى الاشعاع بيتا وجاما يعني اشعاعات كده يعني الاشعاعات اللي هي غزرية مثلا الاشعاعات دي بتعمل احتراق للجلد بتعمل تجلط فيه الدم بتعمل تسمم للدم داخل الجسم بتعمل حاجات كتيرة جدا بتعمل عمل بتعمل كانسر بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا فلما تلاقي العلامة دي حاول ان انت ما تخشش ابدا المنطقة اللي فيها العلامة دي باي حال من الاحوال يعني من أخطر الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها هي المواد المشعة وكل ما زاد تعرضك للمواد المشعة كل ما زاد الخطورة بتاعتها كل ما زاد الوقت بتاع تعرضك لها كل ما كان يعني إمكانية إنقاذك أو عدم إصابتك بمرض من الأمراض اللي هي الصعبة يعني قليل شوية فأنت لما تشوف العلامة دي حاول تبتعد تماما عن المكان اللي فيه ده لأن ده عشان العلامة دي بيخشها الناس لبسين لبس معين مهمات وقاية معينة عشان يقدروا يمنعوا الإشعاع عن جسمهم في عندي العلامة دي وبرضو دي علامة خاصة إن هنا هذا المكان فيه مواد قبلة للانفجار زي المواد اللي هي الوقود وزي بعض المواد اللي هي اللي تستخدم في صناعة بعض الصناعات زي نيترو جليسرين والحاجات دي هنا بيقولك إن العلامة دي لما تشوفها إن المواد اللي داخل المكان دي قبل الانفجار انت في مكان عمل في مصنع معين المصنع ده فيه ركن كده معزول بيصنع حاجة معينة تستخدم فيه بعض المواد دي زي ما صنع الأسمنت اللي بتصنع الأسمنت والمحاجر والكلام ده يقولك إن فيه هنا مواد قبلة للانفجار فبالتالي إنت متقربش المكان ده بأي حال من الأحوال ومتحاولش تولع جنبه سجارة أو يتعرضوا لأي مصدر من مصادر الحرار ناخد نحفظ شكل العلامة دي كويس عندك من العلامات بقى اللي هي العلامات الخاصة بالحاجات اللوجستية العلامات الخاصة بالمواقع اللوجستية علامات كتيرة جدا جدا يعني إحنا دلوقتي دخل تخصص الخدمات اللوجستية في التعليم الفني والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواني الجفة والمواني البحرية هتلاقي فيه فيه المواني الجفة أو المواني البحرية فيه علامة منطقة تحميل بضائع علامة منطقة تحميل بضائع هي العلامة اللي انت شايفها دي دي تخليك وانت ماشي في المكان تبقى مركز قوي ان هنا منطقة تحميل بضائع وان منطقة تحميل البضائع دي فيها أوناش رفع أسقال معدية فوق راسك فبالتالي انت لابد تبعد تماما عن أي عملية تحميل لأن برضو كل شيء فيه نسبة خطر وبالتالي ما تعديش خالص تحت وينش شايل أي بضاعة زي ما احنا شايفين كده داخل المسلس الأصفر عندي العلامة دي بتقول لي ان المنطقة دي منطقة مرور معدات كنا شوفنا في العلامات الحمرة دايرة حمرة وفيها ممنوع مرور معدات لكن العلامة دي بتقول للمشاة ان دي منطقة مرور معدات فبالتالي لابد للمشاة ان هم ما يمشوش في المكان ده واذا اضطروا ان هم ما يمشو وكانت المكان مخصص للمعدات ومخصص لبنى قدمين زي اللي هي الارصفة بتاعة المواني يبقى يبقى ماشي على الخطوط اللي هي المحددة لسير المشاة وبيبتعد تماما عن الخطوط اللي هي بتحدد سير المعدات بتبقى ماشية فيه العلامة دي دي علامة خطر محتمل دي علامة خطر محتمل العلامة دي اللي ما تشوفها يعني المكان ده فيه مجموعة مخاطر فيه مجموعة ايه مخاطر يعني عايز يقول لك stop كده اوقف فكر المكان ده وانت داخل فيه لازم تبقى عينك في وسط راسك المكان ده وانت داخل فيه فيه اكتر من خطر محتمل يعني فيه ممكن مجموعة المخاطر اللي فاتت كلها هنا اول ما تشوف العلامة دي ابتدي ان انا اقف واعرف ان المكان اللي انا او الطريق او الممر اللي انا داخل عليه ده فيه مجموعة من المخاطر فبالتالي لابد ان انا يبقى بقى مركز كويس اوي 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 وانا داخل المكان ده ودايما هتلاقي بعديها مجموعة من العلامات التانية العلامة دي يمكن نلاقيها في المستشفيات في مصر لكن في بعض الدول الغربية وخاصة امريكا واليابان يعني بتلاقيها كتير في بعض الاماكن ان المنطقة دي بيها استخدام لشعاع الليزر طبعا احنا عارفين ان شعاع الليزر ده شعاع يعني ليه اكتر من استخدام ومن بعض استخداماته عمليات القطع وعمليات التفريغ فهو شعاع خطر جدا فهنا بيقولك ان انت اذا طبعا شفت شعاع ممتد وطبعا احنا عارفين شعاع الليزر الشكله ايه وبيمشي ازاي واخدت شعاع مركز كده احنا شايفينه يعني تبقى مركز قوي ما تحاولش تقطع بجسمك هذا الشعاع لانه ممكن يكون انت مش عارف شعاع الليزر ده ايه مدى تركيزه ومخصص لايه عندي برضو العلامة دي تحط فيه المناطق اللي بيها عمليات كيميائية بتتم داخل المكان ودي خاصة بعلامة المناطق اللي بيها عمليات اكسادة اللي ممكن يتم عن عمليات الاكسادة دي بعض الحاجات اللي هي مرتبطة بالاشتعال وايضا تصاعد غازات الغازات دي ممكن فبعض عمليات الاكسادة بتكون غازات سامة هنا دي برضو علامة برضو خاصة بالاشعاع الغير مؤين وخاصة برضو باللي هي الاشعاعات النتيجة عن محطات الارسال والاستقبال والهواتف يعني برضو يعني احاول برضو بقدر الامكان لما شوف هذه العلامة احاول ابعد بقدر الامكان عن المكان اللي فيه ده لان الناس اللي بتخش تشتغل في المكان ده بتبقى لبسة لبسة معين بيعكس هذا الاشعاع او بيمنع خطر هذا الاشعاع عن اجسامهم دي علامة منطقة بها حقل مغناطيسي قوي طبعا شكل المغناطيس والقطبين بتوعه من اسفل وبرضو طبعا المغناطيس لتأثير صعب على الانسان وتأثير المغناطيس على الانسان للعديد من المخاطر ويريد تحاوله تفهمه وتقره ما هي تأثيرات وخطورة المغناطيس على قربه من جسم الانسان فبالتالي بيحطوا الاماكن اللي بيها حقل مغناطيسي واللي فيها اشغال بيستخدم فيها حاجات مرتبطة بالمغناطيس بيحطوا هذه العلامة عليه دي برضو علامة تانية دي برضو ممكن تحط في مواقع البناء يقول لحط لك العلامة دي ودي ده ما احنا شايفين الصورة جوة يعني حاجات بتسقط فوق انسان فده خطر وجود اشياء متسقطة في هذا المكان فانت متوقفش المكان ده او متركنش عربيتك في المكان اللي فيه العلامة دي لان المكان اللي فيه العلامة دي يعني ان انت لو وقفت اتعرض لاصابة فكانت عربيتك اتعرض للاتلاف او الكسر بسبب سقوط اي شيء وهم مش مسؤولين عنك اذا وقفت في المكان ده ومش مسؤولين عن عربيتك لو انت ركنتها في هذا ايه المكان ما تقدرش تعود عليهم باي حاجة قضائية هنا دي العلامات اللي بتتحطي بعض المصانع او الكثير من المصانع اللي بقى فيها نقاط اتصال في الدوران خاصة بالتروس وخاصة بالسيور وخصوصا لو كانت التروس او السيور دي يعني عبارة عن اماكن فيها اجزاء دوارة ممكن تشد الملابس ما بين هذه الاجزاء او لو طرف من جسم الانسان شبك في هذه الاجزاء ولفت تسحب جسمه تماما وتسبب له اصابة فلابد ان انت برضو لو شفت العلامة دي في احد اماكن العمل يبقى لابد ان انت تبقى واخد حزرة كويس انك متقربش من اي مكانة باي حال من احوال من المكان اللي داير داخل هذا المكان علامة دي بتحصل برضو في اماكن التشديد والبناء انه بيقولك ان المنطقة دي بيها عوائق هتلاقي فيها طوب هتلاقي فيها يعني حاجات كده محطوطة ممكن يبقى فيها شكار اسمنتة مرصوصة ممكن يبقى فيها عربية رمل منزلة الرمل بتاعها ممكن يبقى فيها عربية زلط منزلة الزلط الطوب مرصوص ممكن تلاقي فيه اسياخ حديد موجودة على الارض فهنا بيقولك ان المنطقة دي منطقة بيها عوائق فانت لما تدخل تبقى داخل واخد بالك ومركز كويس انك هتطر تطلع وتنزل وتتنطط وتروح وتيجي ويكون مراعي ان انت هتنقي الاماكن السليمة بقدر الامكان اللي انت هتمشي فيها في هذا المكان دي علامة بتكمل للعلامة اللي هناك ان دي علامة منطقة بيها انخفض او هبوط يعني الارض غير ممهدة وبالتالي انت ممكن وانت ماشي في المكان ممكن رجليك تيجي في حفرة تقع في منخفض فلابد ان انت تبقى مركز واخد بالك اوي من وجودك في هذا المكان هنا علامة برضو مرتبطة بالمواد الكيميائية وان في خطر وجود مادة كابريتيد الهايدروجين حتى HS حتى دي H2S كابريتيد الهايدروجين وهي مادة من المواد السامة والخطيرة فلابد ان انا لو لقيت هذه العلامة في مكان عشان ما يبقاش في خطورة ان انا استنشق المادة دي فلابد ان انا ابقى واخد بالي جدا ان انا ابعد عن المكان اللي فيه علامة المسلس والمنظر اللي انا شايفه و H2S اللي هي بتعبر عن كابريتيد الهايدروجين لو لاحظنا المسلس ده لا ببقى في الاماكن اللي فيها عمليات تبريد يعني المصانع اللي فيها تبريد للحوم تبريد لسوائل فبيقولك يعني بيحط لك العلامة دي ودي بتعبر ان المنطقة دي بيها درجة حرام الخفضة او تجميد او تبريد ولو خدت بالك ان شكل النجمة اللي داخل هذا المسلس هو شكل بلورات التلج اللي لو اي حد مسك التلج وصور البلورات بتاعته بدقة هيلاقي ان كل بلور التلج تشبه نفس الشكل اللي مرسوم داخل هذا المسلس دي علامة علامة X داخل هذا المسلس الاصفر بتعني ان المنطقة دي بيها مواد ضرة بيها مواد ايه؟ ضرة وخطيرة ومواد ضرة خطيرة دي ممكن تكون اكتر من مد فبالتالي لابد ان انا اذا اضطريت ان انا ادخل مكان العمل في مكان عليه هذه العلامة ابقى مركز كويس وانا ماشي ومنتبه كويس لخطواتي ومنتبه كويس لإيدي انا بسند على ايه وانا داخل منطقة عليها هذه العلامة هنا هللاحظ في العلامة دي هللاحظ هنا ان في مجبسين افقيين لو انا تخيلت الشكل اللي افقيهم دول هعرف ان هم بيبعدوا عن بعض ويرجعوا يغبطوا في بعض تاني اللي هو شغل ايه شغل المكابس اللي هو لو احنا رجعنا كده ليه على الشاشة بيبقى الحركة بتاعتهم عبارة عن ايه شغل ضغط بتبعد وتغبط بتبعد وتغبط تبعد وتغبط ده شغل ايه مكابس ممكن تبقى شغل المكابس ده شغال بطريقة افقية بهذه الطريقة وممكن يبقى شغال بطريقة ايه رأسية فهذه العلامة بتعني وجود عملية تصنيعية من علامات الضغط وشغل الهيدروليك وشغل المكابس في المكان ده فبالتالي لابد برضو ان انا احاول ابتعد عن كل المكابس اللي موجودة داخل المكان وانا ماشي في هذا المكان لان احيانا العلامات الاحذرية دي مش بتعني ان انت متخشش المكان وقالك عملك الدائرة الحمراء وقالك ممنوع ان انت تدخل المكان لكن بتعني ان انت تاخد حذرك وانت موجود داخل هذا ايه المكان عشان كده انا بقول ان الحلقة دي من اهم الحلقات اللي ممكن تنفع الطلبة في اماكن التدريب في التعليم المزدوج وممكن تنفع الطلبة بتوعنا في اماكن التدريب التطبيقية داخل ورش ومعامل المدارس السنوية الصناعية في التعليم الفني وتنفع ايضا ان يشوفها مهندسين وعمال في مصانع وشركات لانها هتفيدهم قوي ان هم يبقوا مركزين العلامات دي عبارة عن ايه وايه الخطورة اللي موجودة فيها نرجع تاني للمونتور هنلاقي العلامة دي اللي هي علامة ان المكان مراقب بالكاميرات القانون اللي هو الخاص به تركيب الكاميرات هو بيفرض على الناس انها اذا حطت كاميرات في المكان انها تحط هذه العلامة ليه؟ لان لابد ان الناس تعرف ان هذا المكان مراقب بالكاميرات تمام؟ وان اي عمل هيعمله داخل هذا المكان المراقب بالكاميرات هو محاسب عليه وان يمكن ان يتم استخدام التفريغ بتاع الكاميرات ضده كدليل ادانة فبالتالي لابد في حالة وجود كاميرات داخل اماكن العمل ان يتحط هذه العلامات التحذيرية حتى العلامات التحذيرية دي ممكن الكاميرا ما يكونش ظاهرة ممكن مكانها ما يبقاش ظاهر لكن انا حطت له علامة بتقول ان هذا المكان مراقب بالكاميرات عليه بقى ان هو يلتزم يعني ان هو حتى ما يعملش اي حاجة عفوية كده هتبقى متشافة يعني يعني مثلا يقف يغير هدومه في مكان معين هو بيعتقد ان هذا المكان يعني ما حدش شايفه فيه او يعني سيدة يعني تعدل هدومها او او الى اخره فهنا لابد ان يتم وضع هذه العلامة وعايز اقول لكم ان يعني قوانين دولية يعني تمنع يعني وجود يعني داخل بعض الاماكن المغلقة يعني منفعش حط كاميرا في حمام مثلا منفعش يتحط كاميرا في غرفة نوم في فندق مثلا فهي بتبقى في الممرات في الاماكن العامة الاماكن اللي هي ممكن يبقى فيها ناس الاماكن اللي مطلوب تأمنها من ان حد يدخل فيها يعمل اي مشكلة نيجي بقى للعلامات الزرقة اللي هي خاصة بارتداء مهمات الوقاية ده نجع مع بعض على الشاشة معايا العلامات اللي هي الخاصة بالوقاية في مواقع العمل كتير اقوى مهمة هذه العلامات الحفاظ على العامل من الاصابة فتلاقي مسؤول الامن والصحة والسلامة المهنية في موقع العمل هو مسؤول على انه يركب علامات الارشاد التحذيرية دي عشان يقول للعامل في المكان ده انت لازم تلبس خوزة في المكان ده انت لازم تلبس الجوانتي بتاع الحفاظ على اليدين القفازات كلابز في المكان ده انت محتاج تلبس الجزمة السيفتي في المكان ده انت محتاج تلبس حاجة تقي جسمك وهنشرح لما نشرحهم علامة علامة ايه اللي بياخد الجسم في اماكن العمل المختلفة وهيبقى في قدام حلقة بتشرح الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نقي جسمنا في اماكن العمل لان كل مكان عمل ليه ملابس وقاية مختلفة عن مكان العمل التاني فالمكان اللي فيه مواد كيميائية غير المكان اللي بتدور فيه عمليات صناعية غير المكان اللي فيه يعني عمليات انشائية كل مكان وليه المهمات الوقاية الخاصة نرجع تاني على الشاشة هنبص هنا هنلاقي اول علامة من العلامات اللي هي بتتكلم على حماية العين هنبص على الشاشة تاني اول حاجة عندي هنا في العلامة اللي احنا شايفينها ان لابد ان انا امرتدي نظارة للحماية نظارة عشان احمي عيني من اي اشعاع موجود في المكان فبقى ليه نظارة يبقى ليه عليها حاجة معينة بتبعد العين عن الاشعاع او نظارة بتحمي العين من الرزاز او تطير الشزايا فدي هنا يبقى العامل لابد ان يرتدي النظارة دي لان لو مرتدهاش وحصل له اصابة في المكان بتاع العمل ده هو مش هيعرف يطلب من المكان بتاع العمل يعني تعويض عن اصابة العمل اللي حصلت له داخل هذا المكان هنا دايما بنلاقي العلامة دي في الاماكن الخاصة بالعمليات الانشائية وفي الاماكن الخاصة باعمال الليجستيات داخل المواني البحرية او المواني الجافة او المواني الجوية ان لابد ان هو يرتدي خوزة للراس الخوزة للراس دي بتاقي الراس من يعني سقوط اي حاجات اشياء من اعلى وهذه الخوزة لللي ارتداها مرة او شاف والده او شاف مهندس جاره او اي حد مرتديها بيبقى في فراغ ما بينها وما بين الراس لما بتلبسها ما يقلش عن يعني يتراوح ما بين 5 سنتي لغاية حوالي 2 او 3 سنتي الفراغ ده عشان يعمل تهوية حوالين الراس وفي نفس الوقت عشان لو حصلت ووقع حاجة لها ثقة المعين قبل ما يعني توصل الخوزة للراس تكون تم امتصاص صدمة الايه السقوط في الفراغ ده بقدر الامكان هنا الاعلامة دي بتقول يجب ارتداء يعني يعني السمامورات بتحط على الودن عشان نحمي الجهاز السمعي من الصوت العالي لان الجهاز السمعي مع ارتفاع الاصوات او مع الاصوات العالية بيتعرض لايه بيتعرض للتلف وطابلة الودن بتكون بتسبح يعني ضعيفة جدا 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 من الاصوات العالية فدي ممكن تسبب لي مشاكل كبيرة جدا جدا فلابد ان انا اذا دخلت مكان في نسبة الضوضاء عالية اكون مرتدي السمعات دي اللي بتمنع الصوت العالي عن ودني برضو لابد ان انا ارتدي الكمامة المزودة بفلتر للتنفس في الاماكن الصناعية اللي بيكون فيها غازات بيكون فيها تطير ابخرة في المكان ممكن تأثر على الرئة او يعني اي حاجة سمى او غاز من الغازات السمى الموجودة في الهواء او الغاز حتى الطبيعي او غاز البتجاز لانها برضو من الغازات اللي هي تأثيرها صعبة جدا فبرتدي الكمامة دي بيكون فيها فلتر للتنفس وبيكون داخل هذا الفلتر في اغلب الاحيان فحم عشان يمتص السموم اللي موجودة داخل الغازات اللي بتمر من خلاله طبعا بتستخدم ايضا في الحرب الكاموية في يعني بالنسبة للجيوش يعني وبتوزعها بعض الدول على المواطنين بتوعها في حالة تعرض هذه الدولة لخطر تعرض لأي حاجة كيموية هنا برضو العلامة دي بتعني وجوبية ارتداء احذية السيفتي او الاحذية الخاصة بالسلامة لو انا بصيت لشكل الحزاء ده هو هنا بيحدد لي الحزاء اللي بدي بقى فيه ايه لو بصنا للمنطقة البضاء اللي فوق دي دي معناها ان المنطقة البضاء دي فيها قطعة من الصلب لان الحزاء معرض ان يقع حاجة تقيلة في المكان ده فتدهس الصوابع فبيبقى فيه قطعة من الصلب يعني ايه منتصلة به الكعب عشان تقي الاصابع من سقوط اي سقل طويل تقيل عليها ومقفولة كويس زي ما احنا شايفين وايضا فيها من وراء برضو شريحة من الصلب عشان تحمي الكعبين من استضام اي شيء وهللاقي بيبقى فيه دايما شريحة صلب في هذا المكان ما بين الكعب وما بين الرجلين عشان لو فيه اي اجسام حده ما تخترقش الكعب وتصل للرجل وهللاحظ ان هي من تحت الجزمة مش ممسوحة من تحت لأ فيها نطوئات معينة موجودة في الكعب من تحت عشان خطر الانزلاق هنا دي بيقولك يجب ارتداء قفازات السلامة لو لقيت هذه العلامة موجود في مكان عمل يبقى انت لابد داخل هذا المكان ترتدي قفازات السلامة مهمة قوي وقفازات السلامة يعني متعددة وكتيرة جدا لو انت بتتعامل مع حاجة ازاز مثلا او يعني صاج او شريح صلب لابد ان انا يعني يبقى قفاز بتاعي قفاز جلد طبيعي ومبطن وليه اكتر من سيكنس يعني ليه اكتر من طبقة عشان وانا بشيل الحاجات دي الحاجات دي ما تقطعش الكلبز بتاعي وبتعور ايدي لو بتعامل مع حاجة سخنة بيبقى الكلبز احيانا ما تلاقيش فيه صوابع بتلاقي فيه جزء بيخش فيه الاربع صوابع مرة واحدة وسبعين تانين واقدر ان انا امسك الجسم السخن قوي ده باليدين كده بطريقة معينة وانقله يعني لكل اتلاقي في مستشفيات مثلا بتعامل مع مرضى باستخدم قفاز معين اللي هو قفاز المطاطي ده اللي بيلبسوا الاطباء لو فيه مكان لبيع المأكلات زي السوبر ماركتز المختلفة بتلاقي قفاز عبارة عن كيس بلاستيك عشان هو كل شوية بيقلعه بيرميفها ده عشان وهو بيمسك الاكل وبيحط الاكل للناس في الشنط او داخل الحويات الصغيرة اللي بيحطوا فيها الاكل تكون يعني الايد بعيدة عنها ويكون الحاجة معزولة عن اي جرسيم او بكتيريا هنا لابد ان انا ارتدي ملابس الوقاية اللي بتغطي الجسم اللي بتختلف من مكان كيميائي او مكان صناعي او مكان انشائي هنا لابد ان انا يبقى فيه الواقي للوجه عبارة عن واقي كامل للوجه ده خاصة بيبقى في الاماكن اللي فيها شزايا بالطير وايضا في الاماكن اللي فيها يعني نوع من الحماية اللي بد نحمي واجه فيها من الغازات او من المواد الكيميائية هنا لابد ارتدي حزام الامان عشان خطر السقوط هنا ده طريق الزامي للمشاة لازم امشي فيه علامة الزامية الجسم الانتباهة تكون مصحوبة علامة اخرى عند الحاجة نيجي لعلامات الخضرة دي بقى نقطة التجمع عند الحريق ننزل كنا نجمع في المكان ده الهروب في حالة الطوارئ النزول والهروب في حالة الطوارئ طريق الخروج زي ما احنا شايفين طريق النزول فقط طريق النزول ده لو هنزل على سلم السلام الحلزونية ده الاتجاهات فيه المصانع امشي ازاي هنا تجنب السقوط بستخدم الترابسين لما يكون السلم واقف او سلم معدادة فيها بقى عندي بردو علامات الاسعاف الاولية ده البوستر بتاع الاسعافات الاولية بيقول ان هنا شنطة الاسعافات موجودة حمالة طبية بيقول ان موجود في المكان ده حمالة طبية عشان لو في حد حصل له اصابة دش السلمة او رشاش الطوارئ اللي بيخسلني من المواد الكيموية دش غسيل العين لو يعيني تعراضت للمواد الكيموية تليفون الطوارئ عندي طبعا ده البوستر اللي بيقولي ان فيه هنا جهاز لإطفاء الحريق عندي الإغلاق بتاع الطوارئ اللي بيغلق بعض الأماكن وبيعزلها انزاري اليدوي ضد الحريق طفاية الحريق بتقولي ان في المكان ده فيه طفاية حريق وعندي سلم الحريق بيقولي ان في المكان ده فيه سلم ممكن استعمله للهروب أو الحريق خرطوم الحريق دي علامة بتقولي ان المكان ده موجود فيه خرطوم الحريق كده يبقى احنا النهاردة خلصنا اغلب علامات الارشاد والتحذير الخاصة بالامن والصحة والسلامة المهنية ارجو ان احنا نكون استفادنا من الحلقة دي ارجو ان الحلقة دي هتنزل على تشوب ارجو ان احنا نعيد يعني مشاهدتها تاني سواء كنا طلبة في التعليم الفني او عمال في المصانع او مهندسين او حتى عاملين في اي مكان من الاماكن اللي ممكن يبقى فيها مخاطر عمل ارجو ان تكون الحلقة عجبكو والى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته